يبدو أن ملفات الفساد المالي والإداري لجماعة فاس والتي كانت موضوع مقالات إخبارية وتحليلية للميادين نيوز ما تزال تعد بتطورات خطيرة ومثيرة مع دخول الأبحاث والتحقيقات منعطفات جديدة وذلك عقب تبادل عدد من المشتبه فيهم للاتهامات فيما بينهم بخصوص الملفات موضوع أبحاث عناصر الـ PRPJ وهو ما يؤشر على اتساع رقعة الأبحاث لتشمل مسؤولين لم ترد أسماءهم بلوائح المشتبه بهم أو مصرحي محاضر المحققين عمدة فاس وسط دائرة الأبحاث في ملفات فساد مالي بجماعته أزيد من ست ساعات قضاها رئيس جماعة فاس من حزب الأحرار عبد السلام البقالي بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حيث واجه مساء أمس الخميس حالة من الارتباك عند بلوغه إلى مقر الفرقة بعدما حاول الولوج إليها من الباب الخلفي هربا من أنظار الصحفيين تنفيذا لوصايا أصدقائه ومسؤوليه الحزبيين لكنه لم يجد بدا من الدخول سوى من المدخل الأمامي وشوهد عمدة فاس وهو يلجو مقر البي ار بي جي على الساعة الخامسة والنصف مساء قبل أن يغادرها بعد مرور منتصف ليلة نفس اليوم حيث جرى الاستماع إليه بناء على ملفات فساد مالي وإداري موضوع أبحاث المحققين والتي ورد فيها اسم العمدة باعتباره المسؤول قانونيا عن التفويضات بالتوقيع والتي يمنحها لنوابه وكذا لبعض الموظفين كالمكتب المركزي للحالة المدنية وتصحيح الإمضاء وعاد بعد زوال هذا اليوم الجمعة البقالي من حزب الأحرار لمثل أمام نفس المحققين وقضى عندهم حوالي خمس ساعات لإتمام مصطرة الاستماع إليه حيث غادر مقر الفرقة حوالي الساعة الثامنة والنصف من هذا المساء في انتظار الحسم في مصيره ووضعه القانوني حيال هذه القضية من قبل النيابة العامة المعنية خلال عملية التقديم المرتقبة يوم غد السبت 7 أكتوبر الجاري لجميع المشتبه فيهم والمصرحين أمامها خصوصا أن عمدة فاس واجه اتهامات نسبها له نائبه البوصير المعزول هذا اليوم الجمعة بقرار من المحكمة الإدارية حين كشف بأن البقالي كان على علم بكل الملفات المعروضة على البحث وتفاصيلها وهو ما رد عليه رئيس الجماعة بأنه علم بالملفات التي وقعت فيها خروقات عن طريق الصحافة ومصالح عمالة فاس تبادل للاتهامات واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها الميادين نيوز فإن بعض المشتبه فيهم نفذوا التهديدات التي سبق لهم أن أشهروها فيما بينهم قبل دخول ملف الفساد المالي والإداري لجماعة فاس مرحلته الحاسمة ليجدوا أنفسهم قابعين بمخفر الشرطة حيث خرج بعضهم من دائرة الصمت بحثا عن البراءة من المنسوب إليهم وهو ما ساعد المحققين على فك الغاز صفقات ومعاملات جرت خارج الضوابط القانونية وكبت الجماعة والمال العام خسائر بسبب الاختلاس والتبديد وتعطيل مصالح عمومية وأوضحت نفس المعطيات بأن المشتبه فيه الرئيسي البرلماني الاتحادي النائب الثالث لعمدة فاس وبعد أن وجد نفسه محاصرا وسط ملفات فساد مالي وإداري منسوبة إليه بالدليل والوقائع اختار خطة إطلاق النار على الجميع وفي جميع الاتجاهات حيث لجأ إلى نسب عدد من المخالفات المرصودة في تدبير صفقات وأشغال وسندات للطلب ورخص إلى موظفين بجماعة فاس أسندت لهم مهاما إدارية على رأس مصالح أو أقسام فيما لم ينج من نيران المستشار البوصيري حتى عمدة فاس من الأحرار عبد السلام البقالي والمدير العام للمصالح محمد الذهبي حيث عمد البرلماني الاتحادي إلى تنفيذ خطة والله لن أغرق لوحده والتي ظل يرددها دائما فيما رمى بالمسئولية في ملعب العمدة ومديره العام بمصالح الجماعة وبعض موظفيه خصوصا بمرفق المحجز البلدي والأشغال والصفقات وتصحيح الإمضاء هذا وهمت عمليات تبادل للاتهامات ما بين النائب الثالث لرئيس جماعة فاس وباقي الأشخاص الذين شملتهم حتى الآن أبحاث المحققين همت جزء من الصفقات العمومية وسندات الطلب في حدود 20 مليون سنتيما والتي تتم خارج النظام المعلومات مما سهل بحسب مصادر الجريدة عمليات التلاعب في طلبيات الجماعة خصوصا المتعلقة منها بأغراس المساحات الخضراء ومصابيح الإنارة العمومية والأشغال ولوازم المكتب والمعلوميات وغيرها أما الملف الثاني الذي كان ساخنا يتعلق بصفقة سيارات المحجز البلدي حيث جرت بخصوصه مشادات كلامية ما بين الأشخاص المرتبطين بصفقته أبطاله النائب الثالث لرئيس جماعة فاس البصيري والذي يواجه شبهة الحصول على منافع مالية من وراء عملية بيع سيارات الفوريان الصالحة للاستعمال على أنها متلاشية إضافة للموظف المسؤول عن المحجز أغيدي والذي يشتبه حصوله على سيارة من وراء هذه الصفقة المشبوهة وصولا إلى صاحبة شركة بيع السيارات المستعملة المستفيد من الصفقة إسلام والذي يشتهر بعلاقاته مع عدد من المسؤولين بالإدارات العمومية التي تجرى صفقات بيع متلاشياتها أو تلك التي تجرى المزاد العلني لبيع المحجوزات العينية كالعقارات وغيرها اسم رابع ظهر في صفقة سيارات المحجز البلدي لجماعة فاس وهو القيادي بحزب الاتحاد الدستوري أنور باء والذي ورد اسمه على لسان صديقه النائب الثالث لرئيس جماعة فاس البوصيري بعدما اتهمه بوقوفه وراء جلب صاحب الشركة المستفيد من الصفقة والذي تربطه به علاقات تجارية في نفس السياق حيث يشتبه حصوله هو الآخر على منافع عينية أو منقولة من وراء هذه العملية من جهته نفى القيادي بحزب الحصان بفاس نور الدين طوب بيت جوبي المنسوب إليه مشددا على أن علاقته بالبوصيري انتهت مع إتمام عملية بيعه فندق مصنف بمدخل مدينة إيموزار على الطريق الوطنية فاس إفران حيث كشف القيادي الحزبي عن الثمن الحقيقي لعملية البيع حددها في أزيد من 2 مليار سنتيمة بخلاف خمس ملايير صرح بها مالك الفندق الجديد البرلماني الاتحادي فيما كذبها صديقه المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري والذي كشف بأن حصل البوصيري على نصف هذا المبلغ من خلال قرض سلمه إياه بنك يوجد في مدينة الرباط كاتب مجلس جماعة فاس من الأحرار وقصة سند طلب بـ 19 مليون يواجه كاتب مجلس جماعة فاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار سوفيان الدريسي شبهات استفادة شركته المتخصصة في الأشغال من سند للطلب بقيمة 19 مليون سنتيمة حصل عليها بشبه الاحتيال على القانون عبر تسجيل سند الطلب باسم شركة أخرى وقيام شركة كاتب مجلس جماعة فاس تحت غطاء المناولة بإنجازه عملية تزفيت شارع محاذي لمدرات مقهى بلانكو بطريق عين اشقف بفاس وذلك بحسب ما كشف عنه موظف بمصلحة الأشغال بجماعة فاس والذي تعرض للتأديب وتنقيله إلى مقاطعة جنان الورد وسبق لنفس الشركة المملوكة للمقاول من حزب الأحرار والذي يعول على علاقته العائلية بأحد العاملين بالقصر الملكي في مدينة أرفود لطي كل الملفات التي يرد فيها اسمه حتى تمر عليه بردا وسلاما سبق لشركته بأن كانت موضوع فضيحة كشفتها الميادين نيوز منتصف شهر مايا الماضي عقب تورط الشركة وصاحبها في حالة تنافي وتضارب للمصالح بعدما استفاد من صفقة تأهيل شارع سلايكي بوسط مدينة فاس حيث كشفت الجريدة حينها عن طريق الوثائق بأن الجماعة هي صاحبة المشروع فيما يبقى مالك الشركة المستفيدة من الصفقة ليس سوى كاتب المجلس بنفس الجماعة التي وقعت معه في تضارب مكشوف للمصالح إذ ما تزال مصالح والي فاس ووزارة الداخلية يتلكؤون في اتخاذ المتعين فيه فيما يبدو أن هذا المستشار المقاول من حزب رئيس الحكومة أخنوش قد سقط مرة أخرى في نفس الخطأ لكن بملابسات جديدة دفعت به إلى دائرة الأبحاث في شبهات سند للطلب يخص عملية تزفيت مقطع شارع في طريق عين شقف صادر عن مصلحة الصفقات والأشغال التي يرأسها الاتحادي عبدالقادر البوصيري بصفته نائبا للعمدة قبل صدور قرار عزله هذا اليوم